فالجيل بتاعنا كابتن هاني تظلم يمكن الكرة وقفت بعد الأهل والمصر حوالي سنة أنا كنت ماضي أول مرة أقول لها أنا كنت مخلص في مصر المقصة كنت راجع من برة كنت ماضي مصر المقصة مع إيهاب جلال؟ لا كنت مع كابتن طارق إيحيا كابتن طارق إيحيا والكابتن طارق مصطفى كان هم اللي موجودين فكنت ماضي معهم لكن للأسف بعد ما الكرة النشاط وقف للأسف بقى يعني بطلت وتجهت يا كابتن هاني ساعتها بقى إيه أن أنا أشق طريق في حتة تانية يمكن الإعلام اللي هو الإعلام بس جه الإعلام جه صدفة عن طريق واحد أعتقد أن أنتم عارفينه كويس جدا وهو الأساز إيهاب الخطيب يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى يمكن اتنين اللي ليهم فضل علي بعد ربنا سبحانه وتعالى الأساز بكلم في الإعلام كابتن ربيع سين في الإعلام ولا يعرف أي حاجة لا بكلم مين ولا هروح فين ولا بتتواصل مع مين الناس فكرة أن الكابتن ربيع سين بيكلم عمر ما جماعة يعني خدوه ويشتغل معه كمان في النادي أنا عارف كويس أول أن حتى في النادي بتبقى الموضوع حساس شوية أن أنت موجود بالكابتن ربيع سين أنا عارف ومتأكد جدا أن الكابتن ربيع سين عمر ما راح قال المدرب أنت لعبت لا يمكن لا ولحد دلوقت هو عمر البحيطك هو كان لعب كويس بس حظه حتى لأنا لما كنت أمسك فرق مثلا كان ممكن أخذه بس أنا برضو كنت بعيد هو يسافر أنا كنت أحريص جدا أنه يكمل جمعته ينفعش هو كان فعلا كان في درس وخمس سنين وموجود بقوة وكان ممكن يمشي وممكن تفري معاه يكن تقول لا ارجع عشان الجامعة ما ينفعش واحد من صغره ما دارس لغاته زي الفوله تمام تمام إيبا بدون مؤهل بعد كل ده ما ينفعش فأنا رجعته فعلا حضرتك رجعته فعلا تعال عمر وأي حاجة عمر حتى بطل عمر بطل واحد وشيتم عشي سنة ما حابش يين نفسه حضرتك كنتم وافئ كان إيه ما تفعل حضرتك بص يا في موقف وأنا في موقف أنا رحت لعمر في نادي مع مدرب صديقي يعني عشان له انت خلي بالك من عمر رحت له فعلا يعني مرة وواعدين لقيته حضرتك ما داش اهتمام وانتقول له شكرا يا عمر اعتمد على السنة في نفس الوقت خلاص اعمل لعليك وحاول وممكن ربنا سبحانه ما يفقش المشكلة مش شرط احنا كلنا بنحاول كلنا بنسعى كلنا وانتقول له انا جيت من مركز شباب بص فيه انت عمر حاول بس ها مش يا مزارش عدي منك اجتهد اشتغل ركز حاول كل ده فلاقيت بها هاني فيه كده اشخاص يعني لازم بس ده حيية كابتنهاني ده حيية كابتنهاني ده حيية مجال في الدنيا ممكن ابن دكتور ينجح في المجال ابن المهندس لكن الكورة دايما يعني للأسر بيكون فيها حسابات وكابتنهاني يعلم ده جيدا دايما ابن العيب الكورة هيطلع عليه بقى ابناء عاملين ده بيلعب عشان خاطر وطب هلا كابتنهاني كابتن ربيع عسام هل فيه مدارف في العالم عايز يخسر عشان يلاعب ابن فلان اهي اهي اوان اخيرا مفيش مجاملة في قورة القدر طبعا انت 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 بحاجة قدامي الناس اختبار قدامي الناس عمرك الموضوع مش محتاج بس الناس بتتكلم ويبقى محرجة لك ومحرجة للكابتن ربيع فالموضوع ببساطة يعني متعود حتى الاعلام عمر تقوله اروح عشان شبطك او اعمل لا شكرا يا عمر اعتمد على الله ثم نفسك وحاول واشتغل اي وظيفة بشرف وامانة وبصدق واحترام وادم وبأي دخل وده اللي عمله وده اللي عمل كملينا بقى الحكاية وبجد والله اتمر مط جدا ازاي بقى اتمر يعني كابتن هاني سيهم حتة الكورة بعد لما بطلت كورة استاذ ايهاب يمكن الاسم التاني هو كابتن احمد حسن في الفترة الاخيرة لكن الاستاذ ايهاب هو يعني استغل يمكن بعض النقاط فيه كانت البداية في بطولة افريقيا 2013 وقال لي ايه رأيك لو تسافر تغطي البطولة يمكن الاعلام كان متجاهل منتخب الشباب كابتن ربيع يعلم ده جيدا والمنتخب الحمد لله منحظ ربنا ان المنتخب اخذ البطولة اخذ البطولة طبعا ايه وانا بصراحة ايه قلت لا انا مش سافر في الاول عشان لو سافرت وحصل حاجة هيقوله لا فاصبرت لحد ما كسب اول مطشين كسب غانا وكسب الجزائر بعدها وبعد كده سافرت وغطيت البطولة جيت على نيجيريا اه جيت على مطش نيجيريا يا كابتن هاني وسبحان الله مباراة صعبة جدا جدا وربنا كده يا شاق من عنده كهرباء يجيب جنين منتخب مصر ايه من عنده بس ومالجهد والشغل بس بس دول قد كده والتانيين قد كده وبعدنا كابتن هاني يعني مين بقى كان الجيل عشان بس الناس كده تذكر وتراجع معنا